في السياقة هدد الوزير الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف إثمار بن غفير بعلقلة الاتلاف الحاكم لحين إفصاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو عن تفاصيل اتفاق محتمل بشأن الهدنة في قطاع غزة وكان بن غفير قد أكد في وقت سابق أن نتنياهو يماطل في إطلاعه على مسودة مقترح صفقة التبادل المحتملة بشأن الهدنة وتبادل المحتجزين وتواعد بن غفير بإسقاط الحكومة إذا وافق نتنياهو على صفقة اعتبرها بغير المسئولية والسيئة